سلام ابن دينار سلام ابن دينار قال عنه معاصره والله ما رأينا رجلا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم كان رجلا حكيما من أقواله أنه كان يقول ما مضى من الدنيا حلم وما بقي منها أماني وكان يقول كل نعم لا تقربك إلى الله فهي بلية فالشهادة إن لم تقربك إلى الله فهي بلية والجاه والمنصب إن لم يقربك إلى الله فهي بلية حتى نعمة العافية إن لم تقربك إلى الله فهي بلية والإمام سلمة كانت عنده حكمة عظيمة في الحياة الزوجية وفي السعادة الأسرية يقول إن سيء الخلق أشقى الناس به زوجته طبعا بعد نفسه إن سيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه ثم زوجته ثم ولده وهذه حكمة عظيمة يدل على أهمية خلق الرجل في إنجاح الحياة الزوجية وفي إقامة الأسرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فجمع بين الدين والخلق أنا هنا أقول للبنات وخصوصا المتدينات لا ينفع أن تختاري شخصا متدينا فقط لأجل تدينه ولكن يجب أن يجمع بين الدين والخلق يجب أن يسأل عن دينه ويسأل عن طبعه أيضا وسلوكه وتصرفه في البيت هذا هو الذي وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك عندما جاءت فاطمة بن تقيس رضي الله عنها تسترشد برسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب نصيحته في من تقدموا لها طبعا تقدم لها ثلاثة من رجال الصحابة أسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم هؤلاء الثلاثة فاطمة استثنت منهم أسامة بن زيد يعني هي لم تكن مقتنعة بأسامة فعندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله تقدم لخطبة معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم فمن أتزوج منهم فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصلوك والصلوك عند العرب هو الفقير وهذا دليل على أن فقر الرجل سوف تتأذى منه زوجته وليست كل زوجة تستطيع أن تصبر على فقر زوجها فهذه مسألة مهمة عندما ننصح أحد يجب أن نعرف شخصية هذا الشخص وشخصية الشخص الآخر المقابل الذي سوف يرتبط به حتى نعرف هل ممكن أن يتفقان أو لا يتفقان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن فاطمة لن تصبر على الفقر لذلك قال لها أما معاوية فصلوك لا مال له وأما أبا الجهم فلا يضع عصاه عن كاهله يعني رجل فيه غلظة وشدة ودائما يضرب وهذا الشخص لا يتناسب مع فاطمة وطبع فاطمة لكن صحها النصيحة المهمة التي هي لم تذكرها أصلا لم تذكر أسامة بن زيد هي ثم قال لها ولكن تزوجي أسامة بن زيد فحجبت فاطمة لكن فاطمة استبعدت أسامة لأسباب كثيرة فقالت له يا رسول الله أسامة أسامة يعني بهذه اللفظة وبهذا التعجب يعني أنا أتزوج أسامة أسامة كان مولى من الموالي وأسامة كان لونه أسمر شديد السمار أسودا وفاطمة بن تقيس قرشية وصاحبة عقل كبير وصاحبة جمال أيضا وحسب ونسب فاستبعدت فاطمة أسامة بن قيس لأنها ترى أنه لا يناسبها لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر عليها فقال لها بل تزوجي أسامة بن زيد لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن أسامة أولا ليس بالسعلوق ليس بالفقير فلديه من المال ما يغني فاطمة وأن أسامة ليس شديد الطبع وليس فيه حدة بل هو رجل هي لين حسن المعشر وهذا يناسبها ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ونصحها بأن تتزوج فاطمة من أسامة أسامة وفعلا سمعت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت أسامة بن زيد قالت وَلَقَدْ اغْتَبَطْتُ مَعَ أُسَامَةٌ يعني عشت حياة زوجية سعيدة مع هذا الرجل هذه اللمحة تبين لنا أن السبب الأساسي في نجاح الحياة الزوجية هي أخلاق الرجل ليس ماله وليس جماله ولا أي شيء آخر إذا كان الرجل حسن المعشر فهذا كفيل بأن تنجح الحياة الزوجية مع المرأة الصالحة طبعا الغير الصالحة نحن نستثنيها من هذا الكلام كله مع المرأة الصالحة إذا توفر الرجل الهيين اللين حسن المعشر فالحياة الزوجية حياة سوف تكون متكاملة من جميع النواحي ولأهمية حسن أخلاق الرجل قالت العرابية عندما أرادت أن تمدح زوجها قالت يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد فرحم الله شيخنا سلمة ابن دينار ورضي الله عنه وارضاه